اهلا ببجميعا انا سعد البيومي في قناة ايزوي كلمتين كلنا عارفينهم وبنستخدمهم ولكن استخداماتهم المختلفة ممكن تكون بطلاقة ناس كتير ان شاء الله النهاردة بطريقة مبسطة وبطريقة سريعة وسهلة هنشرحهم و هنوضح استخداماتهم المختلفة و عشان كمان نقدر نستخدمهم في مكانهم المناسب ايه هما الكلمتين دول was where مبدئيا كده لازم نعرف ان was هما ال past او الماضي بتاع am is are وده بشكل عام يعني was هي ال past او الماضي بتاع am is where الماضي بتاع are يبقى احنا كده متفقين ان هما دايما بيستخدموا في الماضي was بتيجي مع i he she at او اي اسم فاعل مفرق where بتستخدم مع we you they او اي اسم فاعل جامع ولما بنجنم في الكلمتين دول بنضيف not في اخرها يعني was هتبقى was not واختصارها wasn't where هتبقى were not واختصارها weren't هنتكلم النهاردة عن ثلاث استخدامات was and where اول استخدام ليهم على انهم verb to be في الماضي ودرس ال verb to be كامل هو هتلاقيه تحت في description ممكن تشوفه وبرضو هتلاقيه ظهرلك فوق هنا ممكن برضو تشوفه قلنا ان احنا بنستخدمهم على انهم وده اللي احنا قلنا من شوية ان هما past بتاع am is are am is are هو دوت الماضي بتاعهم was and where was معناها كان او كنت او كانت ده طبعا بخاص بالاسم المفرد where معناها كنا او كانوا او كنتم ما هي خاصة بالاسم الجمع وزي ما قولنا طبعا كل واحدة فيهم مخصصة نوع معي من الفاعل سواء كان مفرد او جمع وبيجي بعدهم طبعا تكميلة الجملة ممكن يكون صفة ممكن يكون noun اللي هو اسم او غيره yesterday they were happy بالامس كانوا سعداء they دوت طبعا ضمير فاعل جمع جي بعدها were بمعنى كانوا وده طبعا حاجة بتدل على او بتشير الى حاجة فيه الماضي جي بعدها الصفة اللي هي happy لما نجي نم في الجملة دي هنقول yesterday they weren't happy بالامس لم يكنوا سعداء ما كانوش سعداء ضفنا لها الناط في اخيرها عشان تبقى منفيل we were at home yesterday كنا في المنزل بالامس جي بعدها نون وجي قبلها الفاعل الجمع were طبعا هنا معناها كنا حاجة بنشير الى حاجة حصلت فيه الماضي ولما بدنجي نم فيها نقول we weren't at home yesterday لم نكن بالمنزل بالامس ما كناش في البيت اي واز happy انا كنت سعيد واز جات بعد الفاعل اللي هو اي وبرضو هتيجي بعد هي او اي اسم فاعل مفرد زي ما احنا قلنا جي بعدها الصفة او تكملة الجملة زي ما يكون المهم انها بتشير الى حاجة في الماضي بمعنى كان او كنت او كانت ده بالخاص بالمفرد لما بنجي نم فيها نقول i wasn't happy لم اكن سعيد كلام برضو في الماضي she was happy at the party كانت سعيدة في الحفل طبعا برضو كانت was جات بعد الفاعل المفرد اللي هو she يعني ممكن نشيل شيء وحط مكانها اسم مؤنس مفرد ولكنها دلت او اشارت الى حاجة في الماضي لما بنجي نم فيها she wasn't happy at the party لم تكن سعيدة في الحفل ما كانتش سعيدة في الحفل المهم في النهاية ان احنا استخدناها هنا على انها verb to be في الماضي was and where بمعنى كانت كنتم كنا وهكذا على اساس انها مفرد او جمع was بتيجي مع الفاعل المفرد مع الفاعل مفرد where بتيجي مع الفاعل الجمع وتكملة الجملة زي ما احنا قلنا الصفة اسم او اي حاجة مشار اليها في الماضي تاني استخدام اليوم في زمن الماضي المستمر past continuous وبرضو درس الماضي المستمر هتلاقي تحت فيه درس كامل ممكن ان انت تشوفه وبرضو هتلاقي ظهرلك فوق هنا ممكن انت تاخد فكرة عنه was and where بيستخدامه برضو في زمن الماضي المستمر بيبقى معناهم برضو كان ودوت بيبقى فيه دلالة على حدث معين كان مستمر في وقت معين في الماضي was and where في الماضي المستمر بيجي بعدهم verb ing بيضاف للفاعل ing لان طبعا في الحالة ده هيكون فيه استمرارية الحاجة اللي احنا بنقول عليها كانت مستمرة في وقت معين في الماضي was and where بعدهم verb ing I was watching tv at 5 yesterday انا كنت بتفرج على التلفزيون الساعة خمسة بالامس الحدث كان مستمر في الوقت اللي هو كان الساعة خمسة was جات بعد الفاعل المفرد اللي هو انا وجي بعدها verb ing لما جام في الجملة دي I wasn't watching tv at 5 yesterday انا لم اكن او ما كنتش بتفرج على التلفزيون الساعة خمسة الموضوع سهلي جدا مفوش اي مشكلة they were playing football at 7 last friday كانوا يلعبوا قرة قدم الساعة سبعة الجمعة اللي فاتت الكلام كله طبعا في الماضي they فاعل جمع او ضمير فاعل جمع جي بعدها where وجي بعدها verb ing لما جام فيها اقول they weren't playing football at 7 last friday لم يكونوا يلعبوا قرة قدم الساعة سبعة في الجمعة الماضية ما كانوش بيلعبوا الساعة سبعة يوم الجمعة الماضية ما كانوش بيلعبوا قرة قدم فهنا استخدمت where بعد الفاعل الجمع وجي بعدها verb ing وده طبعا في اللي هو الماضي المستمر للدلالة على حدث كان مستمر في وقت معين في الماضي was he studying yesterday هل هو كان بيذاكر بالامس انا بدأت بwas على اساس ان هو سؤال بهل اللي جاب عنه طبعا تبقى yes or no yes he was no he wasn't ايوه كان بيذاكر او لا ما كانش بيذاكر المهم في الاخر ان انا استخدمت was في بعد الفاعل جي بعدها verb ing تالي استخدام ليهم مع المبني للمجهول وبرضو درس ال passive voice كامل هتلاقيه تحت في description ممكن انت تشوفه وهتلاقي برضو زهر لك فوق هنا ممكن انت تاخد فكرة عنه وباستخدامهم مع هيجوا بعد المفعول يعني هنبدأ الجملة بالمفعول وبعدين was and where وبعدين past participle اللي هو التصريف التالت للفعل وطبعا دوت للدلالة على حاجة حصلت في الماضي was هتيجي بعد المفعول المفرد هتيجي بعد المفعول الجامع سرقة السيارة او السيارة سرقة هنا مفعول مفرد جي بعدها was وجي بعد was التصريف التالت للفعل past participle المفاتيح فقدت او فقدت المفاتيح keys مفعول جامع جي بعدها where وبعدين past participle اللي هو التصريف التالت للفعل وده كان الاستخدام بتاعهم مع passive voice المبني للمجهول المفعول بيجي في الاول المفعول مفرد هيجي بعده was وبعدين past participle المفعول هيجي في الاول جامع هيجي بعده where وبعدين past participle ودول كانوا ثلاث استخدامات اساسية قولنا بيستخداموا على انهم verb to be في الماضي وكمان بيستخداموا مع past continuous اللي هو الماضي المستمر لو الدلالة على شيء كان مستمر في الماضي وبيستخداموا كمان مع passive voice اللي هو المبني للمجهول للدلالة برضو على حاجة في الماضي يعني بشكل عام was and where ماضي past الدرس ده كان سريع شوية اتمنى ان هو يكون سهل وتكون كمان استفدت منه وربنا وفنا جميعا ان شاء الله سلام عليكم